سنة خمسة عاملين ايه؟ هناخد مع بعض دلوقتي درس سيف الدين كوتوز اللي هو دولة الممليك هنتكلم عن دولة الممليك وعن سيف الدين كوتوز في مصر طيب اول حاجة نتكلم عنها عن سيف الدين كوتوز اتولد فين وحياته في مصر وايه وهنتكلم عن كل التفاصيل دي اول حاجة اتولد سيف الدين كوتوز في البيت الملكي ببلاد خوارزم في شمال ايران تاني يبقى تولد سيف الدين كوتوز في البيت الملكي ببلاد ايه بلاد خوارزن طيب لما غزى المغول بلاده قتلوا اسرته كلها واتباع وهو صغير للتجار العبيد فيه تجار كده مخصوصين بياخدوا الناس ويبعوهم ويشتروا دول اسمهم تجار ايه العبيد وسموه كوتوز سموه ايه كوتوز وبعد كده اخر حاجة تباع ليه عز الدين ايبك اللي هو واحد من قادة المملك في مصر واحد من قادة المملك في مصر تاني يبقى تولد سيف الدين كوتوز في البيت الملكي ببلاد خوارزن ولما غزى المغول زمان بلاده قتلوا اسرته واتباع وهو صغير صبي يعني لتجار العبيد وسموه ايه سموه كوتوز وانتهى بيعه لعز الدين ايبك مين عز الدين ايبك ده؟ واحد من قادة المملك في مصر طيب عايش كوتوز في مصر وابتدى يكبر لحد ما اصبح قائد للجند بتاع عز الدين ايبك طيب اصبح قائد للجيوش ولما تولى عز الدين ايبك حكم مصر بعد زواجه من شجرة ايه؟ الدر تاني يبقى هو اصبح قائد للجيوش لما تولى عز الدين ايبك حكم مصر بعد ما تجوز مين؟ شجرة الدر طيب ايه اللي حصل تاني يا بنات؟ اتقتل عز الدين ايبك وبكده اصبح صيف الدين كوتوز واصي على ابنه المنصور طيب لما مصر تعرضت يا بنات لخطر المغول وابتدوا ياخذوا مصر وعايزين يستولى عليها قام كوتوز بعزل المنصور وهو اصبح سلطان على ايه؟ على البلاد واستعد بقى استعراض قوي جدا لشان يقدر يواجه خطر المغول تاني يبقى عاش كوتوز في مصر وابتدى يتدرج في المناصب لحد ما اصبح قائد لجند عز الدين ايبك واصبح قائد للجيوش لما تولى عز الدين ايبك حكم مصر بعد ما تجوز شجرة الدر طيب اتقتل عز الدين ايبك وبكده اترتب على كده ايه يا بنات اصبح صيف الدين كوتوز واصي على ابنه ايه؟ المنصور طيب لما مصر اتعرضت لخطر المغول راح عمل ايه بقى؟ قام كوتوز بعزل المنصور واصبح سلطان على البلاد سنة كام ستمية سبعة وخمسين هجريا الف ماتين تسعة وخمسين ميلاديا واستعد لمواجهة ايه؟ خطر المغول طيب عايز اقول لكم على حاجة ان المرأة ساعتها برضو كان لها دور يعني بعض النساء شاركوا في سياسة الدولة وانهم يشاركوا في الشؤون بتاعتها اشهرهم مين؟ واحدة اسمها شجرة الدور مين دي بقى؟ دي اول حاكمة في الاسلام وكان لها دور قوي واساسي فهزمت الصليبين في معركة المنصورة طيب نتكلم بقى مين هم المغول وايه القصة بتاعتهم بصوا بقى يا بنات المغول دول موطنهم اصلا ده هم شعب بدائي جه من قواصة اسيا في منطقة منغولية شمال السين حاليا دلوقتي لايه شمال السين يبقى هم شعب بدائي جه من قواصة اسيا في منطقة ايه؟ منطقة ايه؟ منغولية لايه ايه؟ شمال السين حاليا اشتغلوا بالرعي والسيد وتربية الايه؟ الخيول طيب اشتهروا بايه؟ بالفروسية والرماية وكانوا بيتصفوا بالقوة والخشونة كانوا أقوياء جدا وكانوا جمدين جدا يبقى هم شعب بدائي جه من قواسط أسيا في منطقة منغوليا شمال السين حاليا اشتغلوا بالرعي والصيد وتربية الخيول واشتهروا بالفروسية والرماية والقوة والخشونة طيب قدر استطاع يعني جنكيس خان انه هو يخلي القبائل المنغولية تغضع ايه لهو طيب حالوا نشوف بقى العدوان المغولي على العالم الإسلامي عملوا ايه بقى وكانوا عايزين ايه من الدول الإسلامية بصوا بقى يا بنات بدأ المغول يخشوا العالم الإسلامي وبدأوا يهجموا على الدولة الخوارزمية طب ايه اللي ترتب على كده؟ احتلوا المدن يقتروا الناس ويدمروها يدمروا الناس والمدن ويحرقوها يبقى دخلوا بالخراب على العالم الإسلامي يبقى بدأ الغزو المغولي على العالم الإسلامي ازاي يا بنات؟ بالهجوم عالدولة الخوارزمية احتلوا المدن اقتلوا الناس دمروها حرقوا المدن كل ده عملوه المغول في العالم الإسلامي طيب اول حاجة نتكلم عنها غزو بغداد حصل بقى ازاي قدر واحد اسمه هلاكو انه هو يوصل لقيادة الجيش المغولي وقدر انه هو يوصل بغداد عاصمة الخلافة العباسية في الوقت ده واستولى عليها في سنة 656 هجريا 1258 ميلاديا يبقى تمكن هلاكو من ايه يا بنات من الوصول لقيادة الجيش المغولي قدر هو يقود الجيش المغولي وتوجه لفين راح بالجيش بتاعه فين بغداد عاصمة الخلافة العباسية في الوقت ده واستولى عليها عام كان 656 هجريا 1258 ميلاديا طيب عمل ايه تاني قتل الخليفة العباسي اللي هو المستعصم بالله ومعظم السكان اللي هناك كمان قتلهم وولع كمان في المكان اشعل النيران فيها تاني يبقى اول حاجة هلاكو قدر يقود الجيش المغولي ووصل لحد بغداد عاصمة الخلافة العباسية واستولى عليها عام كام 656 هجريا 1258 ميلاديا قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله ومعظم سكانها واشعل فيها النيران طيب عمل ايه بقى قتل يسكت لا طبعا موقف قتل من المغول هنتكلم عنه دلوقتي طيب اول حاجة هلاكو زحف وروح بلاد الشام واستولى على المدن بتاعتها زي ايه زي دمشق وحلب تمام طيب يبقى زحف هلاكو لبلاد الشام وترتب على كده ايه ممكن نكتب من النتائج هنقول استولى على المدن بتاعتها زي حلب ودمشق وكمان ارسل هلاكو رسل للسلطان قطز وليه بقى ليه ارسل هلاكو رسل للسلطان قطز عشان يهدده ويوعده انه هو هيعمل حاجات صعبة يعني بيهدده ويطلب منه انه هو يصنع كلامه ويطيعه يبقى يعني بعد رسالة تعمل ايه بيتوعد ويهدد ويطلب منه يسمع كلامه رح عمل ايه بقى امر قطز بقتل رسل هلاكو رح الناس اللي بعتهم هلاكو رحوا تقتلوا يعني اعلن الحرب رسمي على المغول وده بيدل يا بنات على ايه على جرائط وشجاعة قطز ده بيدل على جرائط وشجاعة مين شجاعة قطز تاني يبقى زحف هلاكو لبلاد الشام واستولى على المدن بتاعتها زي دمشق وحلب وهلاكو كمان ارسل الرسل للسلطان قطز بيهدده وبيقوله لازم تسمع كلامي ورح عمل ايه بقى قطز خف لا بالعكس امر بقتل الرسل اللي بعتهم هلاكو وكده اعلن الحرب رسمي على ايه المغول وده بيدل على شجاعة وجرائط ايه قطز تعالوا نشوف بقى استعدادات قطز لقتال المغول ايه اللي حصل اول حاجة اهده قطز جيش قوي للحرب طيب ايه حصل تاني يبقى اهده قطز جيش قوي للحرب وفي بعض بعض الامراء من الممليك مقدرواش يخرجوا خافوا لان شايفين ان المغول جي كوة صعب الانتصار عليها طيب قطز بقى يسكت اهد يشد عن الناس للحرب لا اخرجوا واهد يقول ايه تعالوا قولكم قال ايه قال اللي اختاري الجهات فليسحبني ومن لم يختار ذلك يروح لبيته ربنا عارف احنا بنتعب قد ايه عشان نحافظ على بلدنا ولازم وزنب المسلمين ده في ايه في رقبتنا لازم نخرج ولازم نحارب لازم ندافع عن بلدنا ولازم ندافع عن ايه عن كل حاجة تخصنا تاني يبقى قطز قعد جيش للحرب ولكن بعض الامراء الممليك خافوا وما قدرواش يخرجوا كانوا يأسنين جدا ان هما ينتصروا على المغول قعد يخطب فيهم ويكلم فيهم ويشجعهم ويقول ايه اللي اختار ان هو يجاهد يمشي معايا واللي مقدرش ومش قادر ومش عاوز كده يرجع بيته ربنا مطلع علينا وعارف وخطيئة وخطيئة المسلمين في رقاب المتخلفين فخرجوا جميعا للحرب كلهم خرجوا يحربوا المعركة دي معركة بيشهد لها التاريخ اسمها معركة عين جالوت معركة عين جالوت تعالوا نتكلم عن المعركة دي وعن اطرفها وعن مكانها وعن اسبابها واحداثها ونتكلم عن كل حاجة فيها يلا واحدة واحدة يا سنة خمسة معركة عين جالوت دي حصلت امتى في رمضان 658 هجريا 1260 ميلاديا طيب مين الاتنين اللي تخانقوا ومين اطراف المعركة المصريون والمغول طيب المصريين بقيادة مين قطز طيب المغول كانوا بقيادة مين كاتبغا واحد اسمه كده طيب مكان المعركة عشان كده دايما المعارك بتتسمى باسم المكان بتاعها عين جالوت دي بالقرب يا بنات من غزة في فلسطين دي من قرب من غزة في فلسطين طيب ايه هي بقى اسباب المعركة احنا بنجزقها كده جزء جزء عشان تبقى سهل علينا طيب ايه هي اسباب المعركة ان هم ما كانوش عايزين يسيبوا المغول يستولوا مصر لأ رد العدوان المغولي عن مصر بيدفعوا عن البلد مش عايزين المغولي يستولوا على مصر والشام والعالم الاسلامي كله طيب يعمل ايه بقى كوتوز تعالوا نعرف القصة تعالوا نعرف احداث المعركة خرج كوتوز على رس جيش كبير جدا لفلسطين عشان يبعد العدوان المغولي بعد ما وصل لغزة بعد ما وصل غزة بعد ما وصل غزة اتقدم كوتوز لعين تاني يبقى خرج كوتوز على رس جيش كبير لفلسطين عشان يرد العدوان المغولي ما يخليش المغولي يستولوا على حاجة بعد الوصول لغزة اتقدم كوتوز لعين جلوت وحصلت بقى المعركة كبيرة الفاصلة بين المصريين والمغول وفي وسط المعركة يا بنات حصلت حاجة حصلت اضطرابات كده وقلق روحهم المعنوية كان بيعمل ايه صح كوتوز جامد وقعد ينادي ويقول ايه واه اسلاماه واه اسلاماه يعني بيشجعهم يدفعوا عن اسلام وعن بلدهم وما يسيبوش البلد لمين للمغول طيب رفع الروح المعنوية لما كان عن الناس اللي بتحارب وكمان الجنود مشيت وراه وكانوا بيدفعوا كمان على البلد من المغول طيب المصريين كمان انتصروا واتقت القائد المغول كده تبغى وكمان المغول كده تفكوا وقدروا المصريون يفضلوا وراهم لحد ما يخرجوهم منين من الشام ومن كل حتة يبقى نتائج معركة عين جلوت هنقول ان حصلت حاجات ترتبط على المعركة ان حامت مصر بلاد الاسلام كلها واوروبا من الخطر المغول وحدت توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعام الدولة المملك القضاء على الجيش المغول المكانش بحد يقدر يكسب ومصر اصبحت زعيمة العالم الاسلامي مصر اصبحت زعيمة العالم الاسلامي تاني معركة عين جلوت اطرفها قطز وايه المصريون بقيادة قطز والمغول بقيادة كدبغة طيب مكان المعركة عين جلوت ده فين ده عين جلوت بالقرب من غزة في فلسطين طيب ايه السبب بيدفع عن البلد مش عايزين المغول يستولوا على الشام ومصر والعالم الاسلامي طيب ايه اللي حصل بقى ايه اللي حصل احداث المعركة ايه خرق قطز على راس جيش كبير جدا لفلسطين وبعد ما وصل غزة قدر يتقدم قطز ويروح ينجلوت ودارت معركة كبيرة بين المصريين والمغول اثناء المعركة يا بنات حصل قلق واترابات في ايه في جيش المماليك احد ينادي ويشجعهم ويرفع روحهم المعنوية قطز ويقول لهم ايه واه اسلاماه واه اسلاماه رفع الروح المعنوية عند الجنود بتوعه والجنود مشوا وراه وهجموا عن المغول وانتصر المصريين وكسبوا وقتل القائد قطبغة بتاع المغول وايه المغول طبعا انفكوا وحدتهم وانغلبوا وخرجوا خالص المصريين خرجوهم برا ايه اخرجوهم من الشام حتى اخرجوهم من ايه من الشام طيب ايه هي نتائج المعركة اول حاجة حماية مصر وبلاد الاسلام واوروبا من الخطر المغول انتم متعرفوش المغول دول كان وخطر قد ايه على العالم كله طيب توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعمة مين دولة المماليك خلاص بقى بقى دولة المماليك دي قوية تمام طيب القضاء على الجيش المغول اللي ما كانش حد ابدا بيقدر يكسبه ومصر بكده اصبحت زعيمة العالم الاسلامي وبكده يا بنات يكون درسنا خلص لو حد عاوز اي حاجة يتواصل معايا شكرا سنة خمسة اشوفكم على خير باي باي